يعود التوطر الحدودي بين السودان وإثيوبيا من جديد على مستوى منطقة الفشق الصغرى الصرع القائم منذ عقود حول هذه الحدود وصلت حدته في الساعات الماضية إلى مواجهات واشتباكات أدت إلى مقتل ستة جنود سودانيين بحسب بيان الجيش السوداني أدي صبابا سارعت إلى نفي قيام عناصر الجيش الإثيوبي بهجوم على عناصر القوات السودانية حيث أكد قائد الجيش الإثيوبي أن قواته لم تهاجم السودان مشددا على أنه لا يوجد أي سبب يستدعي ذلك خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات قوية غير أن مصادر عسكرية سودانية أكدت أن الجيش السوداني تصدى لهجوم عند الحدود الشرقية للبلاد نفذته قوات إثيوبية وميليشية أمهر عند الحدود في منطقة الفشقة الصغرى وبحسب ذات المصادر فإن التواغل الإثيوبي الجديد هدفه إسناد كبار مزارع الأمهر وقطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيجراي إلى منطقة بحر داري الإثيوبية منطقة الفشقة التي تشكل أبرز نزاع حدودي بين الخرطوم وأديسة بابا على مدى أكثر من عقدين استقر بها آلاف المزارعين قبل أن تندلع الحرب في إقليم تيجراي العام الماضي ليطالب السودان باستعادة أرضه وهو ما أشعل فتيل الحرب وسيطر الجيش السوداني في ديسمبر من العام الماضي على أراضي الفشقة بعد أن استولت عليها إثيوبيا مدة ربع قرن حيث تتهم الأخيرة السودان بالسيطرة على أراضي إثيوبية وهو ما تنفيه الخرطوم وبالتزام مع هذه الأحداث أقدم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان على إقالة مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني ومدير المخابرات العامة كما تم تعيين أحمد مفضل على رأس جهاز الاستخبارات السودانية